السلامة ومحبابيكم وينما كنتم محبابيكم في العلد الثالث من البرنامج The Stars أريد أن أشكر كل الناس الذين يتفعلون في الحق هذا السابق من البرنامج The Stars أتمنى أن تشتركوا معنا في البرنامج على الميلاد The Stars.tunesia.gmail.com وعلى التفعى الرسمية على فيسبوك The Stars وعلى عدشان يوتيوب دعين دعوة نتعطيه الجديد حيك البرنامج لا تنرجعوا وستقبلوا ثيوفنا لهذا الأسبوع سيفنا اليوم في البرنامج The Stars وهو مصام والرقص تعرفوا عليه أكثر في البرنامج قال لنا راحبو بمروين قدعي محبابيك مروين وبيك عايشك محبابيك في البرنامج The Stars وشكنا للأبيت تعوتنا نغيرهم جزياء ومرحبابيك من المستمعي عايشك محبابيك مروين قبل ما نحكيه معاك نسيتون أن تعرفوا عليك أكثر عملينا كالبوغتك صغير بشي تعرف عليك أكثر شكونا هو مصام والرقص مروين قلعي خلينا نتعطيه الآن فقرة البوغتكي نتعرفوا بثيفنا اليوم مصام والرقص مروين قلعي وهنا راحبوكم في البرنامج The Stars مروين القلعي 30 سنين مصام والرقص بديت كريري عندي 15 سنين في الرقص قمت بعروض خاصة وعديد من الأنشطة الثقافية في ميدان الرقص قمت بتدريس الطلاب في الجامعات وفي المدارس خدمت مع برشة فنانين وارتعنا لكم بعض البوغتكي محبب بيكم في البرنامج The Stars مرحب بيك مروين مروين كيفية شبتت غرامك في الرقص؟ والله كنت أنا صغير نتفرش في الكليبات ونتفرش في الأفلام كنت مغروم يسر بالرقص لكن زادة مغروم بكرة القدم وحاجة أول مرة بش نحكي فيها حاجة خاصة بالنسبة لينا ما حكيتهش حتى مرة في الأعلام ما صرحتش بها أنا قبل كنت سمين وهذه المشكلة اللي خلتني منوصلش في حاجات نحبه كنت مع فريق الملعب التونسي كنت مع فريق ندريا دي الحمام الأنف وسبورتينج بنعروس الحجم متاعي ما خلنيش نوصل في الكرة الناس كل تحقرني كيتشوفني اسمين وكل شيء قررت باش نوقف ما سيرتي الكوراوية وانا صغير حاجة أثرت فيها برشا مشيت عملت عزيمة عملت شوية سبور نقصت في الميزين وكل شيء بعد بدلت شديت الغرامي الثاني اللي هو الرقص بديت في الرقص قتلك الغرام متفارش في المسلسلة وتعقبل والأفلام الأمريكية بديت نشطح وحدي كاكا وعندي صحابي معناها دونسورات وكل شيء ديما يشجعوني باش نمشي معاهم وكل شيء شاركت في ورشة في المنزاسيس في السنتر كولتوريل كنت مع جروب يعني كنت مع جروب يعني تغرمت بمايكل جاكسون وكل شيء يعني يترينه واحد ويشوف يعني كيف الفيديوهات وكل شيء ويتبع وكل واحد يصنع في المبمونات بعد تغرمت بمايكل جاكسون وقاليت يعني كنت فرش فيه برشة ونتبع في المبمونات وكل شيء اكملت برشة حاجات كل مرة نتعلم حاجة كاية واحدة نشوف على الفيديوهات نتبع ليل ونهارة معناه مش ساهل الرقص معناه واحد بش يتعلمه فهم برشة صعوبات ما اتعرضت لهم يعني في الميدانة داير فهم برشة عباد جات كونتري وما تحب نيش نوصل معناه فهم برشة عباد يحبوا رواحهم فهم شخصيات معروفة فمعناها تعطل فيها على برشة حاجات ونخدم واحدة ديما ونضحي ليل ونهار ونخدم وكونت برشة عباد في الدومانة داير وبرشة عباد غرمتهم بالرقص يعني وفهم برشة عباد يتبعوا فيها من جميع انحاء العالم يعني في الدول الكل يعني يتبعوا فيها ومغرومين بالحاجة اللي نعمل فيها وحامده الله معناها برشة مش ساهل يعني بتشتح كل شي وتصمم معناها انواع برشة انواع بتاع رقص مش ساهل معناها وحامده الله ماذا انواع رقص تعمل؟ دانس اوريونتل، دانس موديرن، دانس افريكان، بوليوت، ايرش دانس، دانس موديرن، جميع انواع الرقص في العالم هذا دانس شرك؟ كل شيء نعم بحيح قلت قبيلة مغرومة لمايكل جاكسون هل هو بالنسبة للجندي قطوة الجندي؟ مايكل جاكسون مايكل جاكسون ما جمعش نعطي فيه غراي خطر حاجة اسطورة اسطورة مافهمش كيف معاناها وعطاها قيمة كبيرة للرقص يعني برشة فانانين تواوا وبرشة اعلانيين يستهسوا بالرقص ومش عطينا قيمتنا معناه في البلاتويت وفي الحاجة كبيرة ياسر ومايكرو جاكس فماشي ناس محترفين تعرفها معيخ المفرق والله يفهم برشا عبادة أما مش محترفين الحق معيخ المفرقس أما مش محترفين مع كامل احتراماتي للعباد لضمه شكون الي ياسبت مراكسين إلي في تونس وفي العالم والله يفهم برشا عبادة معناها يشتحوا بالجدير ما مش معروفين مش شلقين حظهم وأكبر كذبة في تونس اللي هي يدعموا في الرقص وليهين بالرقصين يعني في تونس الرقص معروف في الشارع التونسي الشارع من برا كثيرية الرقص معروف في جميع أنحاء العالم الرقص في مبارش أنواع هو جاي معناه من الثقافة في كل بلاد وعنده ثقافتها في الرقص كل بلاد عنده تقاليد باي مروين قبل ما نكملوا معاين حبيت تذكر تستاذ المشاهدين اللي عندكم موهبة في كل اختصاصات لشوف تشيركم معنا على الميل اللي تعنا تبعثونا لمشاركتكم على الميل اللي تعنا موجود على الأسفل الشاشة سوستارس.تونسياتجيميل.com وإلا عن طريق الصفحة الرسمية على فيسبوك سوستارس وتشيركم تدفعه معنا على الشين يوتيوب كمال عويش على اليوتيوب مروين كيف ترى نرمين صفر؟ نرمين صفر موهوبة برشا معنا فننا موهوبة برشا ومغرومة هيسر بالرقص ونشجعها على الرقص يعني الشرقي ونرمين عصل للدنيا اللي ما يعرفهاش ما يعرش نرمين برش عباد معناها تنتقد فيها وكل شي ما ما يعرش شنهو تبعاتها معناها وننصحها يعني تواصل على منويل الرقص بيه قولي مروين وين انكترين شوفوا الرقص؟ في التونس بالنسبة للليكور المتاعي حاليا يعني في قاعد نخدم في دار الثقافة حي الظهور وباردو وكل مرة نخدم في فلاسة معنى منيش مربوط في فلاسة واحدة واللي حب يجي يتعلم مرح ببيل يعني نخدم لانواع كل متاع الدانس ونخدم حتى منك يعني كوريغراف وكل شي يعني توسكي موديل واضح مروين مروين تو بش نتعطيه الفقرة اللي هي كما قلت اللي هي فقرة دالانس اللي عنده الموهوبة بش نتعرف علي اكيد بعض شوية ساكركم ساكركم معانكم موهوبة ساكركم معنا على تريق الميل لتالنا ثوسترز.تونسيا at gmail.com ثوسترز.تونسيا at gmail.com للميل لتالنا والعلى صفحة الرسمية على الفيس بوك ثوسترز ودرش وطبونا ايضا على شين يوتوب نتعطيه الان الفقرة التالنت ودعاونا نشاهده في البرنامج ثوسترز ثوسترز في فقرة التالنت اللي عندنا نشاهده موهوبة بكل اختصاصات بكل المجاليات ساكركم مشاهدين تشاهدون تشاهدون معنا في الفقرة التالنت كيفية؟ تبعثونا لمشاركتكم مع الميل ثوسترز.تونسيا at gmail.com ولا تشاهدون ايضا تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيس بوك تشاهدون معنا في البرنامج على الفيس بوك على الإيميل وتنشفوا تخليموا كمال تاختاكم على شين يوتيوب مرمين كما تعرف برنامج الآن ثوسترز نشيبه موهوبة في كل المشاهلات وفي كل اختصاصات اليوم شبنا موهوبة موهوبة في الثمين السبوخ في الثمين الرياضة بشان تعرفوا عليه خلينا نقولوا مرحبه ب شايف يوسف بن عمار مرحب بيكس مرحب بيكس مرحب بيكس مرحب بيكس مرحب بيكس مرحب بيكس يوسف قبل من أنت عرف عليك أكثر عمل نهلك بوكتغي أكثر تفاصيل ونحكي معكم مرحب بيكس نمشي التعديب البوكتغي نتعرفوا يوسف بن عمار ونحكي في البرنامج The Stars عسلامة اسمي يوسف بن عمار عمري 21 سنة بطل تونس في الفريستايل فوتبول عندي ثمانية سنين نترينة فريستايل من الأول بديته جس نجرب في الدار واحدة كي نتفرج في السرق كيف أشي عملوا ونتفرج في دي شمبيون دي مونت في الفريستايل فوتبول في باليش بشي جي نهارا كنقابلهم نولي صحابة نويهم نشارك في بطولات لذلك الحمدولله وإن شاء الله تعجبكم الموهور ورشانينكم بعد بطقي في برنامج The Stars يوسف معربيك قولي يوسف بنسبة فريستايل في الفوتبول تعتبر نفسك هيوي ولا محترف أكيد محترف بما أني ربح بطول تونس وقابلت بطل العالم في تونس وعمنا سبكتاكل وأكيد عندي معلاجين بطال العالم كل بريس كعامل اللي متيابة على الإنستغرام لذلك أكيد محترف أما بديد كهبب ينسي ماذا؟ عاليش الفريستايل هيدا ميلعبوش في التيران؟ أجل سموه خطر سبور واحد اخر معانتها احنا من الجموش نعبو في التيران ومش بضرورة من الجموش نعبو في التيران كيما اللي كوتبولوغ زيدا من الجموش يعملوا فريستايل ومفامة حتى جوار معروف في العالم قابل فريستايلر وينجم جيوبوه معاني حتى كي يجي تشوف نايمار قابل سيان غارنير اللي هو أول بطل العالم في الفريستايل ما نجمش جيوبو سيان عظمه معانيها جوار واحد وكنتج فريستايلر مايقدش روح قابل فريستايلر قابل فريستايلر قابل فريستايلر مايقدش روح في التيرانر موش بضرورة انت جاء عنا عنا حاجة اسمها البانا ستريت بانا هذا هو حاجة من الفوتسال و جميع اللي لعب في الفوتسال سيكون جميع اللي لعب في التيرانر هو شواء انك تعمل فريستايلر موش خاطر تعم فريستايلر انت لا تنجمش تلعب في الفتيرانر اما كما قلت لك فاما ستريت بانا هذا اللي تعظم لعبات نعش كان ريتها تعظم لعبات في الشارع بتفيدك برشة خاصة في الحركات في الأرض بالكورة تدريب كما نقول وهذا ما تفيد برشة برشة في التيرانر اما كما قلت لك ستان شواء و كان جاءت حاجة سهلة تجارة و نستكول تعمل فيها يوسف شواء أصعب فوتبول او فريستايل فوتبول نورمال مو فريستايل خاطر الفوتبول يعتمد على تنفسك و انك تجري في التيرانر اكثر وقت منه اما في الفريستايل يعتمد على قوة الجهد مع العضلة خاطر احنا كانوا مفوتوا دقيقة و نصف فريستايل في السبكتاكل لم يجب حتى تتنفسك و يعتمد على العضلات متعبدنك الكل فهم حركات بالرأس يعتمد على الإصابة خطيرة و برشة احنا محادثين الإصابة أكثر برشة من الفوتبول نعم يوسف عندما نتعطي التالان تاكندي فش نشوف التالان تاكندي وبعد ذلك نعود و نكمل الحديث في الإميسيان تانا ساكركم قبل أن نتعطي التالان ساكركم تشكركم معنا على الإميال تانا في سترس منتونيسي على جيميل و على الصفحة الرسمية على الفيسبوك سترس نتعطي تحقيق تمام التالان يوسف الأمر و نتشوف في برنامج سترس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحقيق يعني تحقيق يوسف على هذا يعني العل التالان يعني تحقيق بالتوفيق وبالنسائح قل لي قل لي يوسف أحكينا على المنظمة العربية فريستايل المنظمة العربية الفريستايل جديدة عمنا أنا خدمت السيد خاطر أنا توسكية ديجيتال نجم نخدمه و فريستايلر فريستايل معاونت أصحابي كيف عملنا المنظمة العربية الفريستايل فريستايل فريستايل ما نشهد أول بطل الكويت عبد الوهاب هو لعمل المنظمة هذه و أنا نجد توسكية ديجيتال توسكية ديزاين نعاون بالنجم كيف تنجح و إن شاء الله نقدمه المنظمة هذه تعمل بطولات عربية خاطر بطولات في الوطن العربي لذلك إن شاء الله نجح و إن شاء الله نتمنى لك نسيح و توفيق بح فريستايل فريستايل فوتبول تربحوا منه خاطر كيف تربحوا منه فلوس ما نعملوه أما أولا نسيح تربح منه فلوس خاطر كيف تربح تربح لن يربح بالدول يوسف بنعروش مروين لديك إسرائيل يوسف والله عندي سؤال خير بوهب بكي مكي حرام منشوفوش في جامعية يكوروا أما حبيت نسيل وعليش مروين خاطر كما كنت نحكي مثل سبور عنا عنا بطولاتنا على روحنا كما أنت دانسور مثلا تعرف أنه هناك موهب هناك موهب بارشا في الدومين أما تبرك عليك حسب مريض الموهبة اللي عندك نورما موهب يا عايتولك اليكيب ناشيونال ديريكت كلمة عايتولك شي جا كوروا معي نورما نجيبك صفخة ناشحة قل لي قل لي يوسف في فريستايل تو واصل عند الجانب أكيد هم عند الجانب الداول موهب حتى عربي موهب بطولة العالم في فريستايل بطولة مصر وبدأ عند الجانب وبدأ شوية بشوية يوصل للوطن العربي موهب حكينا يوسف على البطولة في مصر التي تعملها والتي حكام أنا حكام فيها حكام اللي عملها عبد الوهب اللي هو كما قلت لك رئيس المنظمة العربية في فريستايل هو جوري في بطولة مصر 2020 إن شاء الله اليوم هبطت هو البوستر إن شاء الله و هو معي في الجوري بطل عرب عمر الخضيري النجم عربي قطال إن شاء الله ومعي عبد الوهب اللي كنت نحكي لك عليه فائس المنظمة ومعي يوسف حواري اللي بطل فلسطين والمصنف الثاني عبر العالم ومعي بطل السودان معتز نتمنى لك يوسف النشيح والتوفيق إن شاء الله يوسف كلمة خديم شو هتح تقول يعطيكم الصحة على استضافة مربي وفقك في البرنامجن عايش وهو بلا عندك ديديكاس سباسيال هتحبت عشان عندي ديديكاس صحبي عشر ومعلم لك وإن شاء الله ربي وفقك صح يعطيك الصحة يعطيك الصحة يوسف شكا لك اللي شيدنا في البرنامج ثوستارس شكا لي مثلا متواصلين معكم في البرنامج ثوستارس أتذكركم بلايش متدفعوا معنا على صفحة الرسمية على فيسبوك ثوستارس وطيش متشيركم معنا على الاميل اللي هو ثوستارس بوانتونيسيا أجيميل بوانتكم ثوستارس بوانتونيسيا أجيميل بوانتكم وطيش متعملوا كومنتيخ صفحاتنا الرسمية أيضا على شين يوتوب كاميل أو يج مثلا متواصلين معكم نتعدي ونعود ونرشحوا حديث مع قولنا والمستمم الرقص مروين قدعي الفضل ورشعنا بعد فقرة التالانت مثلا نتواصل مثلا نكمله مع مستمم الرقص مروين قدعي مروين شو تحب تقول الموهوبين في الرقص والله نشجحهم معناه بشي يمارسوا الرقص الرقص حاجة تحفونا ياسر تخلي الواحد ديمة فرحان تخلي الواحد ديمة ناشط في فورما تخلي الواحد ديمة يخمم في حاجات باية معناها ويبعد على الضغط خاصة في البرودة ذية اللي نعيشوها في البلاد ننصح العباد باش تمارس الرقص سوى كبار ولا صغار ورح ورح عندي سؤال بيننا كيف نابسك في الرقص؟ ما فميش تونس يعني كل واحد يخدم على روح وربي عين الناس الكل بالعكس معناها نشجع العبادة اللي تخدم على الواحة يعني في الرقص وان شاء الله يلقوا حظة معناها لمحالة سعب شوية في تونس بش تلقى حظة كسيرتوه في الرقص معناها اللي هو الرقص في البلدان المتقدمة حاجة عظيمة ياسر الرقص فما رقص موهبة فما رقص احتراف بالنسبة رقص الاحتراف فما تكافت البرمجر لتخدمها من وزارة الثقافة؟ والله سؤال معناها هذه جي في بلاستو في وقته بالنسبة وزارة الثقافة اللي هي الدعم في الرقص واللي هي تعطي في بطاقة الاحتراف هذه اكبر كذبة بطاقة احتراف بالمعارف ومش الناس الكل تخوها وبرشة ظلم يعني في وزارة الثقافة ما همش يدعموا في الشباب ولاد الدمان يعني الكل اللي يمارسوا في الرقص الكل هم الاكثرية الاغلبية ما يتعاملوش مع وزارة الثقافة ومعادش عنا ثقة فيهم على خاطر انا واحد من الناس العام الثاني على التوالي نبعث معناها العاملو والنبع الدوسي ورفضوني كمصم رقص على خاطر العبادة ذوما اللي اللي رفضوني هما ينفسوا فيا وبرشة ظلم يعني العام الثاني قالت مش مشكلة بالكش واحد يهديهم ربي بالكش بالكش واحد يسهله في الحكاية ذا مشيت لهم دي راكت لإدارة الموسيقى والرقص احكيت معهم وقلت لهم العام اللي فات معنا كيفاش عباد معناها عندها بطاقة احتراف وتترنى عندي وانا المصمم واللي نقرر معنا ما عندي ايش ووريتهم حتى الفيديوهات ووريتهم الخدمة قاعدوا بهتين معنا كيفاش مخديتش وكيفاش رفضوني قالوا لي تنعونوك وكل شي قدم العام لبعده قدمت العام لبعده ورفضوني علش الله وعلم علش مشيت لهم احكيت معهم احكيت مع المدير جديد يعني متاع إدارة الموسيقى والرقص ووريتهم الفيديوهات مزال جديد اول ما مزال يشد يعني قاعد بها كيف كيف ووريتهم الخدمة شاف الكاريير معناها اللي خدمته خدمت مصمم رقص في الوتيل يعني نعمل لهم التصميم يعني خدمت كليبات كيما كليب بالتي خدمت في البلاتوية اتخدمت بارشا ايفين مونات معناها وبرشا عباد تتبع فيها وبرشا خدمة مزيانة ياسر يتنجموا وتتفرجوا فيها على حسابي على على فيسبوك يعني دونسارتيستيك اللي احبي يخو فكرة ا ودكور شيء يعني ما فهماش نخدم واحدة مانيش تابع وزارة تصخفر ما فميش دعم ذي كذبة يعني مروني، كي أكثر حاجة فرحاتك؟ والله الحق ديما أنا فرحات أما الحاجة الوحيدة مرة اللي بالرسمي فرحت على الأخر مش في الرقص يعني مش حاجة اللي هي عندي واحد صاحبي اسمه شوقي ديما نكورو يعني عنده عامل فريق هو عامل فريق و أنا فريق ديما نكورو مرة ثلاثة مرات يعني فاز علي وكل شي يفادلك وحصيرو شيخ عليك عاد حطيت في قلبي ونهارت اللي ربحته ربحته بتسعب ليش وقت اللي ربحته تسعب ليش شيخت عليها عمت له فيديوات عمت له سكيتشوات يعني على الانتصار هذا وبالمناسبة نحييه على الحكاية دي نواشو تحية لشوقي اكيد بيه ماروين تحية للناس الكل اللي يتبع في الرقص تحية للناس اللي تحبني وتتبع فيدي مع الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب تحية للفنانين الكل تحية للعبادة اللي صابرة اللي في تونس متعرضة لبارشة ظلم ننصحهم بشي يكملوا ويحاولوا ويعملوا عازيمة ويحاولوا يوصلوا أكثر يعني شكريك بروين كنت معنا في الاميسون تالي برنامج توستارس ومحب بيك في كل وقت نعيش كتحية للناس الكل عايش مشيتينا الكرام أتذكركم تشمل شي لكم معنا في البرنامج توستارس مشيتينا الكرام أتذكركم موهبة تشملوا تبعثونا على الميل لتعنا موجود على اسفل الشاشة توستارس.تونسيا at gmail.com توستارس.تونسيا at gmail.com آآ الميل لتعنا وتشملوا تدفع لوا معنا على الصفحة الرسمية على فيسبوك توستارس ولا تشمل تدفع لوا معنا عيثن عشان يوتيوب كميل عميش حكا نوصل الخيتين برنامج توستارس نشكر كيم الفريق البرنامج لان نتقابل إن شاء الله الجماعة جاي أكيد مع تويوب جدد إن شاء الله نخليكم التوا مع خيتين مع رقص مع خونا مسامق رقص مرومين قلعي نشكركم قلكم باي باي مروري يومين المنطقة في س長ان انتقابل ونصر نقاما مع ريب اتباع المروري اتباع المنطقة المنطقة جاني تحل الحي أبحى وزهرية ويبرقوا الناس بهالساحات شي معهم الكياس شي عامة بريد رايحان جايين عطول الطريق ودل درقيني آه يا صغر الليالي آه يا حلو على باتي غني آه غني آه غني على الدرقين يا يي 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 يا صغر الليالي يا يي 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 يا حلو على باتي غني آه غني آه غني على الدرقين يعني أحضر وراحة قيام شوي شوي وسكت طحول عكد في المي وجد يزار طحول الذكريات يتحى لشنز وفاير آه يا صغر الليالي آه يا حلو على باتي غني غني. آه غني. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة